طب ايه اللي بنحققه من خلال الكلام عن التعاون ايه هي الفوائد والمنن اللي بتحصل لنا وخاصة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا فهي اثار التعاون علينا اول عمود من اعمدة البناء المجتمعي هو التعاون فانفيش مجتمع بدون تعاون طب ايه تاني ممكن يكون من اثار التعاون على المجتمع الاثر التاني من اثار التعاون على المجتمع انه هو بيمسل قيمة اضافية لكل واحد فتتعاظم الانجازات وتتعاظم الفوائد ويحس الواحد انه كما قيل المؤمن كثير باخوانه فيحس انه كتير التعاون كمان بيولد طرق عمل جديدة لما الناس تتلاقح الافكار فتتولد افكار جديدة ويفتح افق جديدة للمشروعات وللحياة ما كانتش موجودة وهو ده اللي بيخلي التعاون في الحقيقة هو باب من ابواب فتح ابواب السعادة والناس المتعاونين يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون التعاون كمان بيفتح قلوب الناس على الخير اللي موجود في الغير وعشان كده التعاون بيقرب القلوب من بعضها وبيخلي القلوب احسن واجمل واطيب وكمان التعاون بيفتح باب لتعريف الانسان على نفسه وانه يخرج اجمل ما فيه لانه ساعة ما بيتعاون مع الناس بيحس انه هو ما زال انسان ويستطيع انه هو اذا قدم اجمل ما فيه هيكون فيه علاقة صعيدة وحسنة بينه وبين الناس اخر حاجة ممكن نحصلها من هذا التعاون ان التعاون بيضيف الى معارفنا ونتبادل فيه الخبرات ويبقى بنبني بناء مهم جدا 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 والتعاون ده بيدوى الانسان معية ربنا سبحانه وتعالى لان ندل الله فوق الجماعة ولزاك الله سبحانه وتعالى انا ثالث الشريكين لما الناس تتعاون ربنا سبحانه وتعالى يؤسر له عنقول اجراءين كده لطاف ممكن نعملهم عشان نعلم اولادنا التعاون احنا ايدينا ان احنا بنبني الانسان وخاصة مع الاطفال خلوا اولادكم يشاركوا معاكم في كل المهام اليومية ويتعاونوا سوا في تنفيذ الافكار الجديدة اللي ممكن تعملوها بس لازم وانت بأمه بتعاونوا معاكم كمان اشكروهم لما يحسوا عشان يحسوا ان وجودهم نافع وحاجة تانية من الممنوعات اياك تكسروا اولادكم بالكلمات والاوصاف اللي بتهدهم زي انت على طول ما لكش لازمة ومش فالح في حاجة لا تعاون مع ابنك وخرج منه اجمل ما فيه شجعه وامتني ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا الحسن ان ابني هذا سيد فإن اللي حاصل لازم علامة جودة التعاون بتاعك ان تخرج ممن تتعاون معه اجمل ما فيه لازم نكون من اهل الجمال ونتيقن ان التعاون ده من اوسع ابواب الخير التعاون بيضرب الخير اللي موجود فينا اضعافا مضعفة اللي عايز الخير بتاعه يتضاعف يتعاون وتعاونوا على البر والتقوى والتقوى وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب يا رب اجعلنا متعاونين وجعل أنفسنا تختلط مع بعض عشان توصلنا إلى أعلى الدرجات عندما نتحاب ونكون على منابر من نور بسر أسرار التعاون يا رب اجعلنا من أهل التعاون وجعلنا من أهل المحبة على الدوام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين